كتير جدا من حضراتكم بيبقى نفسه ان هو يضيف جميع قنوات النيلسات الجديدة عنده على الرسيفر بكل سهولة ومن خلال الفيديو بتاع النهاردة هقول لحضراتكم على اقوى تردد شبكي حزمة عامة لو حضرتك ضفت عنده او حطيته عندك في الرسيفر هتقدر من خلاله اللي انت تبحث على جميع قنوات النيلسات الجديدة كلها تلاقيها موجودة عندك باذن الله تعالى يبقى لازم تركز معانا في حلقتنا النهاردة تتبع الخطوات خطوة بخطوة علشان تقدر في النهاية تستفاد من الشرح بتاعنا السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكل متابعنا في كل مكان اهلا بكم في قناتكم قناة ابو الصحاب سات وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما علشان ما تقولش على حضرتكم هدخل دلوقتي على تفاصيل حلقتنا النهاردة بس في البداية لازم تعرف ان انت هتمسك الرمود كنترول بتاعك يا سيد الفاضل واتخش من قائمة المينيو اول حاجة وبعد كده هتروح على قائمة التركيب ولو ما لاتش قائمة التركيب موجودة يبقى هتلاقيها داخل قائمة ضبط الهوائي او داخل قائمة اعدادات الهوائي اول حاجة حضرتكم بعدما دخلنا على قائمة الترددات وقمنا بالضغط على الزر الخاص بامر الاضافة هنضيف دلوقتي مع بعض التردد اللي معانا في حلقتنا النهاردة وبتمنى من جميع مشاهدنا في كل مكان زي ما انت استفدت يا ريت تفيد غيرك بالمعلومة وتعمل مشاركة علشان الكل يستفاد وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده لان اللايك بتاع حضرتكم هو اللي بيخليني استمر وادم لكم كل جديد تمام يا ريت ما حدش ينسى الضغط على زر اللايك وعمل المشاركة بعدما دوسنا على امر الاضافة هندخل التردد اللي هيكون واضح دلوقتي قدام حضرتكم وهيكون 11 7 4 7 على معدل ترميز 27 500 على معدل ترميز 27 500 والاستقطاب اللي هيكون حرف الفي او عمودي او رأسي التردد ده حزمة عامة يمكن التقاطه في اي مكان في الوطن العربي بعدما ضفنا التردد ده هنتأكد من وجود اشارة زي ما واضح دلوقتي قدام حضرتكم وبعدما تأكدنا من وجود اشارة على هذا التردد هنخرب برة مرة تانية وهنخش كده على تاني مرحلة وتاني معلومة معانا في حلقتنا النهاردة هنروح بعد كده على قائمة التركيب او قائمة ضبط الهوائي او قائمة اعدادات الهوائي هتروح على اي قيمة مكتوب تحت كلمة اسمها لاما بحس او مسح لاما بحس لاما مسح الخطوة التالتة اللي بعد كده قبل ما تدوس على زر البحس او زر المسح هتختار التردد اللي احنا ضفناه دلوقتي من قائمة الترددات اللي هيكون موجودة فوق داخل قائمة اعدادات الهوائي بعد كده هندوس على زر البحس او هندوس على زر المسح هيظهر مربع قدام حضراتكم بالشكل ده هنختار نوع القناة مجانية وهنختار بحس عن الشبكة هنخليها فتح وهنيجي هنا عند اهم حاجة في الموضوع نوع البحس لاما هتخلي حاجة اسمها البحس البحس الاعمى وده بيكون موجود في اغلب رسبرات او البحس حاجة اسمها البحس العشوائي او حاجة اسمها البحس المفصل او حاجة اسمها البحس الشامل انا بجيب لكم كل الصياغ اللي بيكون موجودة فيه رسبرات لاما البحس الاعمى لاما البحس العشوائي لاما البحس المفصل لاما البحس الشامل وبعد كده هتدوس على الوكي هتلاقي كل قنوات النيلسات الجديدة والقديمة تم ظهورها عند حضراتكم بكل سهولة وهسيب لك فيه الوصف تحت فيديو بيوضح لك ايضا ازاي تكشف على السلك بتاعك من خلال ترددين فقط هتقدر من خلالهم تكشف على السلك بتاعك المهم قبل ما اختم حلقتنا النهاردة عايز اقول لحضراتكم معلومة لوجه الله تعالى ونصيحة لوجه الله تعالى اللا تجعل المشاهدة تلهيك عن الصلاة وعن ذكر الله دائما خلي كل حاجة في حياتك لكلها وقتها نظم وقتك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا